من الأشياء المفرحة أنه كان في بعض المشاككين اللي كانوا بيرهنوا أنه مشا يكون في مشاركة في انتخابات الرئاسية لكن اللي شفناه من أعداد عظيمة من الشباب كانت موجودة في طوابير أمام اللجان علشان يضلوا بصوتهم يعني أقول إيه كانت ضربة قضية لأي حد شكك أن الشباب هيشارك بالشباب بس الحقيقة هو جموع الشباب والسيدات كمان الحقيقة كانوا ملفتين للنظر وده ريهن سيادة الرئيس على الشباب أن الشباب هم اللي بيراهن عليهم وهم دول أساس الوطن والتمرات العظيمة اللي عملها الخاصة بالشباب كل اللي بيعملوا هو دايما يقول أنا بعمل ده عشان الأجيال اللي جاية لو كان ده تعملنا من زمان كانت الدنيا اختلفت دلوقتي فتشوف إزاي مشاركة الشباب العظيمة اللي فندت كل كلام أي شرير قاله يخص الشباب طبعا أنا من خلال برنامج سيادتك هنا بتقدم بشك خاص للحملة رسمية الفقامة الرئيسة عفتاح السيسي بقرادة المستشار محمود فوزي والعميد وسام إن هم أتاحوا ودوا جزء أساسي للشباب في الحملة وده عن طريق القيادات كانت دكتور أحمد عبد العال الدكتور أحمد السياد الدكتور أحمد عبد العال والمهندس محمد أبارزة وكانت دكتور سيمون والدكتور عمر رحيد صراحة يعني هم كانوا قدوا للشباب جزء أساسي فيها وأنا كنت واحد من ضمن الشباب من كيان شباب اتحاد أنا كان معانا برضو بالقيادات تعالى أستاذ آية الجعفري وكان معانا مستشار سامير صبر ومحاسب معهم من القادة لأ كان للشباب جزء كبير يعني ضر مهم جدا اشتركوا في القناة